لماذا يصمت الأخوان والسروريون وأقرانهم صمت الأموات؟ الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة المتقين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين أما بعد فإن كثيرا من الأخوان والسروريين وأقرانهم إذا رأوا أو سمعوا بالمنكرات في الدول التي يحاربونها في الغالب سياسيا لا دينيا تجدهم ينكرونها بشدة وربما كفروا حكام تلك الدول صراحة أو تلميحا قويا يقارب التكفير الصريح بينما إذا رأوا أو سمعوا بمنكرات تفوق بمراحل تلك المنكرات التي أنكروها فتجدهم يصمتون عنها صمت الأموات كأنهم لا يعلمون وقبل بيان هذه الحقيقة أريد أن أنبه على خمسة أمور الأمر الأول المنكرات التي ينكرونها غالبا منكرات حقيقية لا خلافة فيها كبناء المعابد الوثنية والكنائس والربا والخمر والميسر والحفلات الغنائية المختلطة وغيرها الأمر الثاني لا أقصد بكلامي الكلام على الحكام وإنما قصد بيان حرافات أولئك الذين يتسترون بإنكار المنكرات وهم في الحقيقة يدافعون عن أحزابهم وعن من يسمح لهم بالإقامة في بلادهم كبريطانيا وتركيا وكندا الأمر الثالث لا أطالب أحدا يتكلموا على الحكام ولا الحكومات فهذا أمر لا يعنيني وغالبا لا فائدة من ورائه وأحيانا يكون مخالفا لما أمرنا الله ورسول به من السمع والطاعة بالمعروف والنصيحة سرا وعدم الإثارة ضد الولاة محسنهم وفاجرهم والصبر على أذاهم الأمر الرابع لا أفرح بهذه المنكرات ولا يجوز الفرح بها وتؤلمني كثيرا ويحزنني ظهورها في أي بلد من بلاد المسلمين بل ولا حتى في بلاد غير المسلمين لأنها معصية لله ورسوله الأمر الخامس من هذا الصنفي دعاة كثيرون يصعب حصرهم لكن على سبيل المثال للحصر منهم واحد ودغنيم مصري من الأخوان المسلمين يعيش في تركيا اثنان لبنان يعيش في مريطانيا والمقيم سابقا في السعودية ثلاثة المهندس فيصل بن جزار الجاسم كويتي وهو قريب من السورية في منهجهم وصديق لبعضهم ويداف عنهم بشدة وهو المعروف بمسألة عدم العذر بالجهل أما بريطانيا وكندا فهؤلاء كفار أصليون إباحيون استمعت فيهم كل الكفريات والمكرار ومع هذا يعيش هؤلاء الدعاة الهاربون بين ظهرانيهم ولا ينكرون عليهم بل منهم من يحصل على لجوء سياسي ومنهم من يتجنس بجنسياتهم ويستمتع بدعم مادي فلا تسمع لهم إنكارا ولا نقدا بل يصمتون صمت الأموات كأنهم لا يعلمون ومن هناك يهاجمون بلاد المسلمين وحكامهم ليلا نهارا ويفسدون ولا يصلحون أما تركيا التي يصمت عنها هؤلاء المذكرون صمت الأموات فحالها ليس عن حال بريطانيا وكندا ببعيد ولبيان ذاك أقول لما فاز الرئيس التركي أوردغا في انتخابات الرئاسة أدى اليمين الدستورية بموجب المادة 300 من الدستور قائلا بصفتي رئيسا للجمهوريتي أقسم بالشرف وعرضي أن أحافظ على بقاء الدولة واستقلالها ووحدة الوطن والشعب التي لا تقبل التقسيم وصيانة سيادة الأمة بلا شرط أو قيد والتمسك بالدستور وصيانة القانون والديمقراطية ومبادئ تورك بإصلاحاته ومبدأ الجمهورية العلمانية ولن أتخلى عن أصل تمكين الجميع من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار أمن ورفاهية الأمة والعدالة والتضامن الوطني سأبذل قصار جهدي من أجل صور سمعة الجمهورية التركية وشرفها ومن أجل إعلائها وأداء هذه المهمة التي يتولاها بكل حيات انتهى أقول هذه اليمين الفاجرة لا يخفى على أدنى طالب علم بل ولا على العوام ما فيها من المخالفات الشرعية بل وما ينافي التوحيد وشريعة رب البرية وتركيا معروفة بمحاربتها للتوحيد والموحدين وهم من أطلق لقب الوهابية على الموحدين وهم أكبر من نشر التصوف والبدع في البلاد العربية والإسلامية ويشيدون المعابد والكرائسة وقبور الأولياء التي تعبد من دون الله تعالى ويذكر أن تركيا هي أول الدول الإسلامية التي طبعت مع الصهاينة المحتلين اليهود الغاصبين وقد قيل عن تركيا والعهدة على الراوي أنها أول دولة إسلامية اعترفت بما يسمى بدولة إسرائيل والتبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل مفتوح على مصرعي يستقبلنا السياح الإسرائيليين بأعداد كبيرة وتركيا تسمح للسائح الإسرائيلي بالدخول إلى أراضيها من غير فيزا مسبقة بينما تشترط على الفلسطيني أن يحصل على فيزا لدخولها ويذكر أن تركيا تحتضن على أراضيها مصنع سلاح إسرائيلي ويذكر أيضا أنها أكبر مصدر الإسمنت لإسرائيل وأنها ليست في قائمة المتبرعين للقضية الفلسطينية وتركيا تعتبر بعض الدول العربية كليبيا وسوريا وفلسطين والعراق إرث عثماني وتتاجر تركيا بالمهاجرين وتهدد بأغراق أوروبا بهم ويقال أن الرئيس أردغان هو المسلم الوحيد الذي تلقى ميدالية الشجاع اليهودية وهو المسلم الوحيد الذي زار ووضع أكليل الزهور على قتل المحرقة ويذكر أيضا أن تركيا ترعى حقوق الشواف المثليين وتحميهم قانونيا ويذكر أن لهم مجلة للنشر مرخصة رسميا ويذكر أن تركيا تستورد لحوم الخنازير سنويا بكميات كبيرة جدا ويذكر أن تركيا هي أول دولة إسلامية تمنع التعدد في الزواد وتجرمه قانونيا بينما فيها عدد كبير جدا من بيوت الدعارة المرخصة رسميا أما الخمور في تركيا فحدث ولا حر تستورد وتبع علنا وبترخيص حكومي رسمي ويذكر أن الخمور مصانع كثيرة في تركيا وأعيد وأكرر هذه الإحصائية العهدة فيها على الراوي لكن هذا هو المشاع والمشهور عن تركيا ولا أعلم مدى دقة الإحصائية التي تذكر لكن أمر هذه المنكرات مشهور جدا ومقطوع بثبوته بلا أدنى شك كما أعيد وأكرر بأني لا أرضى بهذه المنكرات ولا أفرح بها بل يؤلمني وجودها وأحزن على حال المسلمين في كل بلاد المسلمين وغير المسلمين والآن أخبروني ما الذي جعل هؤلاء الدعاة يستنكرون بل ومنهم من يكفر حكام الدول التي يختلفون معها سياسيا بينما يصمتون صمت الأموات عن تركيا وحكامها هل لأنهم لا يعلمون عنها فهذا بعيد جدا أم لأنهم لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا إلا ما أشرب من هواهم فإن كان كذلك فالهوى ماله دواء أم أنهم ينكرونها بقلوبهم إذ لا يستطيعون تغيير المنكر بعيدهم ولا بألسنتهم فإن كان كذلك فلماذا يطالبون غيرهم بالإنكار العلني وهم لا ينكرون علنا إلا على من يختلفون معه سياسيا أسأل الله تعالى لي ولهم الهداية والاستقامة وأن يمن علينا بالتوبة النصوح وأن يصلح حوال المسلمين في كل مكان والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر